اهلا بكم فتاة مطبخ اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد هنعمل مع بعض الكريب المقرمش الخطير ده زي طعم الشارع بالزبط وطرقته حلوة جدا وسهل جدا وطعمه مميز جدا جدا عملنا قبل كده الكريب الاقتصادي بس ده طبعا طعمه احلى بكتير يلا بينا نشوف عملنا زي معي اه اربع كوبايات من الدقيق وعليهم رشة من الملح ممكن نص معلقة صغيرة ملح ونص كوباية لبن وربع كوباية زيت واتنين بيضة وثلاث كوباية ونص الاربعة آآ مية حسب نوع الدقيق بتاعي احط البيض واللبن والزيت واحط معاهم آآ ثلاث كوبايات كده من المية وهي اقلب كل ده الاول مع بعض وانزل بالدقيق شوية بشوية هلاقي محتاج فانا هزود طبعا كوباية المية الرابعة خلاص كده بقى جاهز معي القوام هاخدوه لازم اصفيه عشان ما يبقاش في اي كتل ويطلع معي في الكريب بتاعي خلاص كده بقى جاهز آآ ده القوام بتاعه مش خفيف خالص ولا تقيل آآ زي قوام الكيك بيبقى سيل كده شوية زي ما هتشوفو دلوقتي بجيب جريلة على النار وادهنه بالزيت وانزل بالكبشة كده انا هعمل معاكم كزا واحدة عشان اوليكم الاخطاء اللي ممكن اي واحدة تقع فيها يعني زي ما انتم شفتوا هنا كده الكريب ما توزعش كويس فبسباتيولة كده وياخد من النص ووزع الاطراف ما كفاش باخد كده آآ رشة صغيرة من الخليط واكمل بيه الكريباية بتاعتي باستنى لحد ما الحروف تعزل كده وابتدي اقلبها على الوش التاني لو حمر ما حمرش باستنى شوية لحد ما اللون بتاعه يغير لما قلبناها بقى الوش التانية بياخدش وقت خالص تخلي بالك عشان ما يتحرقش منك يعني سواني كده وهتلاقي خد لون غير الوش الاولاني خالص بيكون جاهزة جنبي آآ شبكة اطلع عليها واغطي بفوتة الكريباية التانية برضو هتهن كده زيت مش زيت كتير عشان الخليط بتاعي ما نعادش يتزحلق مني وهي بسرعة جدا احرق كده بالطاسة بتاعتي او جريل انا كنت الاول بعمل في حل تفالك كبير الماكبر مقاس عندك في طاقم الحلل كنت بعمل فيها عادي ما فيش مشكلة لما عندكيش تصاق بتاعة كريب خلاص كده تمام اخلص بقى انا كل الكمية آآ واسيبو اجهده تماما بتبرد وحطها في اختها وغطي بالفوطة. اه شوفوا طري جدا. اه حلو جدا جدا. اه التراوة دي بعد كده بها هن لما نيجي نحمصه يعني في اخر حاجات تقفيل بتاعه. اه هيبقى ناشف معانا ما تخافوش خالص. شكله حلو جدا. اولادي كانوا بياقضوه يكلوه كده من غير محشي ولا حاجة. يطعم حلو جدا. يشوفوا اول واحدة زي اخر واحدة كلهم حلوين جدا جدا. معي هنا حشوة فراخ. اه شوان ما بطريقة مختلفة برضو هنزل لكم عالقناة. وبطاطس وجبن. اه ممكن كاتشوب طحينة اللي انت بقى حباة في الاضافات زتون زي ما انت عايز. اخد كده في نص الكرباية. وتحط بقى اضافات حسب كل واحد في البيت بيحبوا بطعم ايه? انا هنا هبطق بس شوية عشان تشوفي لفة الكرباية. بقى اجيبت النقل التلت ده كده وعليه التلت التاني بحاول ان انا خلي الافلة من تحت عشان لما حطها عالجريل لازم احطها عالافلة بتاعت الجريل دي انا مش بستعملها في حاجة غير في ان هي تشمع لي بس العيش ده او عيش الشاورمة بس عشان طبعا زي ما انت شايفين هي متجرحة. بطلع دول واحط غيرهم لحد ما خلصت كل الكمية بتكون النار هادي عشان ينشف براحته جدا. ان شاء الله تجربوا الطريقة دي وتعجبكم باي باي.